نشاط الأخبار من قناة جلدزات أهلا بكم بداية أجل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت مكالمة هاتفية مع نظره الفرنسي أمانويل ماكرون حسب رئاسة الجمهورية وتطرق الرئيسان وفق الرئاسة خلال المكالمة الهاتفية إلى العلاقات الثنائجة بين البلدين حيث أكد طرفان عزمهما على تعميقها خاصة مع تقارب وجهتي النظر بين رئيسين وتوافقهم الكبير على دفع هذه العلاقات إلى مستوى متميز كما سمح الاتصال الهاتفي باستعراض عدة ملفات على رأسها ملفاء الساحل والوضع في ليبيا بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشتركة وتعاد المكالمة بين الرئيسين الثانية منذ إعادة انتخاب الرئيس الفرنسي لعهدة ثانية على رأس الإليزية سبقتها أيضا مكالمة أخرى كانت بمثابة طي للأزمة بين البلدين شهدها شهر سبتمبر الماضي وطنيا يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون غدا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء وحسب بيال رئاسة الجمهورية يخصص الاجتماع للدراسة والمصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات ومشروع قانون المالية التكملي لسنة 2022 كما يتناول الاجتماع عروضا جديدة منها مراجعة البرنامج التعليمي والكتاب المدرسي والتحذيرات الخاصة بستينية الاستقلال وسيكون الاجتماع بطبعة اقتصادية بحتة لسيما في ظل ارتفاع أسعار البترولة التي قفزت بسحار بلند الجزائري إلى أعلى مستوياتها بعد لزمة الروسية الأوكرانية إلى ملف النقل أين أعلن وزير النقل عبدالله منجي اليوم السبت أن تدعم أسطول شركة الخطوط الجوية الجزائرية بخمسة عشر طائرة جديدة من المصنعين المعروفين على الساحة الدولية الوزير منجي وفي كلمة له بمناسبة تنصيب الرئيس المدير العام الجديد للجوية الجزائرية أكد أن محمد بن سليمان الرئيس المدير العام الجديد للجوية الجزائرية والذي تم تنصيبه اليوم السبت إطار جزائري ذو كفاءة عالية متمنيا أن يعمل على تطوير هذه الشركة وفي سياق العمل قال الوزير أنه سبق وأن تحدث مع المدير العام الجديد ونقش ورقة الطريق لعصرنة وتطوير شركة الخطوط الجوية الجزائرية حيث حدد بشكل كامل وشامل الخطوط العريضة لهذه الخطة في ملف الحج غدر صباح اليوم السبت أول فوج من حجاج ولايات جنوب الوطن أرض الوطن باتجاه البقاع المقدسة لأداء منسك الحج انطلاقا من مطار عين البيضاء بوركلا وكان في توديع هذا الفوج الذي يضم 301 حجا وحجة السلطات الولائية بعد أن استكملوا كافة الإجراءات الإدارية والجمركية والشرطية المعمول بها وفي السياق أوضح مسؤول المصلحة التجارية بالمديرية الجهوية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية عيسى داود للإذاعة الوطنية عن برمجة سبع رحلات جوية لنقل ما يقارب 2740 حجا وحجة من ولايات ووركلا الوادي غردايا إليزي جانات وتمنراست تجورت المنيعة والمغيرة بمعدل 290 شخصا في كل رحلة كما ينتظر أن تتواصل رحلات ذهاب إلى غاية الفاتح من شهر الجوليا القادم فيما برمجت رحلات العودة بين الثامن عشر والواحد وثلاثين من نفس الشهر في شان آخر وقبيل أيام عيد الأضحى المبارك يحاول المواطنين البحث عن أضحية تناسب المدخول الخاص بهم كاميرا قناة جلدزات تقربت من بعض نقاط البيع لرصد الأسعار وأراء المواطنين حيال أسعار أضحية العيد لهذه السنة هجر بولعرز تفصل أكثر في هذا التقرير نقاط بيع لأضحي العيد بلا زبائن فقط رؤوس الكباش متأطأ هنا بطريق الشراق في العاصمة فغلاء الكباش هذه السنة جعلت الأسواق خالية على عروشها قبيل أيام عن عيد الأضحى المبارك stability 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 جميع الجهات كل نوع و المئنة كانت مست KHB و جاءت منتظورها في 8 أبداً من عمرها الكثير治 여러분 في عمرها فاتو زايد وقلاح تلت بلايين ولا غالي غالي سنا الزاوالي مشكيش يعيد ربي يجيب الخير وخلاص كيباش والنعم لاقى بمواصفات خاصة وأخرى متوسطة الحجم فبين 30 ألف دينار و60 ألف دينار ووصولا إلى عشرة ملايين وأكثر هكذا تباينت الأسعار هنا بنقاط البيع زايدة شوية على الأسعار العامل فات زايدة باحد المليون ونص تلزوا جملاين في الكبش مش كيف كيف السعارك يشوفها 7-700-6.5 7-5-5.5 اللي بريعنا من 35 حتى 10 من 75 حتى 14 ملايين وهذا من 55 حتى 45 حتى 6 ملايين الموالون أرجعوا سبب الغلاء إلى مصاريف النقل وارتفاع في أسعار الأعلاف مؤكدين تسجيل عزوف كبير من طرف المواطنين مقارنة بالسنوات الماضية مليحة ميش كما غالية غالية بزيف شوية والله يحسن العون الوعد موكل تاعب يعني عليهم الطالب بزيف يطلع المقل السوق ينتعي القروه يكون غالي علي الطالب يكون هنا بني غالي نخالة بـ 450 فشتور بوطن تعتب بـ 100 ألف وش هال يكسب هذا وش هال يقل اللي كان شاري 200 شاري 100 ومياكلات هال 100 قاعد يسفر بساحة البيع والو الشاري 11 طول العيد قاعد مكاش رغم أن برصة أسعار الأضاحي بمختلف النقاط تعرف التهابان إلا أن قاعدة البحث عن السعر المناسب لشراء أضحية العيد تبقى تؤرق جيب المواطن البسيط ولذات المناسبة تتأهب الشركة الجزائرية للحوم الحمراء الفيار لفتح نقاط بيع لأضاحي العيد في ولاية عدة في الأيام القليلة القادمة بأسعار تنفسية مدروسة تراعي فيها القدرة الشرائية للمواطن وتسعى أيضا إلى الحد من المضاربة في الأسعار المكلب الاتصال في الشركة الجزائرية للحوم الحمراء ياسر أغيلاس وفي حديثه لوسائل إعلام وطنية تحدث عن شراكة ثلاثية بين الجزائرية للحوم الحمراء الفيار التابعة لمجمع الصناعات الغذائية واللوجيستيك والدوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواج النأوناب والفيدرالية الوطنية لمربية المواشي من أجل توفير مادة اللحم بأسعار معقولة حيث يهدف نظام ثلاثية إلى عقد شراكة رابح رابح بين الأطراف الثلاثة وضمان وفرة الأعلاف للمشي بأسعار مدروسة إضافة إلى رفع طاقة الإنتاج والتحويل للمذابح ثلاثة الواقعة بحاسي بحباح بولاية الجلفة وعين مليلة بأم البواقي وبقطب بولاية البيضة في أخبار المجتمع أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر السيال اليوم السبت أن بعض بلديات العاصمة ستشهد انقطاعا في التزويد بالماء الشروب حسب بيان للشركة حيث يرجع السبب إلى وقوع عطب على شبكة المياه الشروب وحسب ذات البيان أنه بداية من منتصف النهار وإلى منتصف الليل ستقوم الشركة بأشغال إصلاح قناة رئيسية لتوزيع المياه على مستوى شارع ديدوش مراد في الجزائر الوسطى حيث ستتسبب في توقف عملية التزويد بالماء الشروب على مستوى بعض أحياء البلديات على غرار بلدية سيد محمد جسئيا حي غرمول برناف العربي زكال محي الدين ديدوش مراد وشارع الشهداء إضافة إلى بلديات الجزائر الوسطى جزئيا بشارع كريم بالقاسم حي ديبوسي شارع محمد الخامس وحي القلب المقدس ساكخي كاغا في المقابل أكدت سيال أن عملية إعادة التزويد بالماء الشروب ستستأنف تدريجيا بعد نهاية الأشغال اجتماعيا دائما لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب أربعمائة وواحد وثلاثون آخرون بجروح متفاوتة على إثر حوادث المرور التي تم تسجيلها خلال ثماني وأربعين ساعة الأخيرة بعدة ولاية من الوطن حسب ما أفادت به هذا السبت حصيل لمصالح الحماية المدنية وحسب بيان الحماية المدنية فقد تم تسجيل خلال نفس الفترة تسعة حالات وفاة غرقا على مستوى شواطئ البحر بكل من ولايات الجزائر مستغانا عن تيموشنت، تيليمسان، بومرداس، بجايا، جيجل، وعنابة حيث تم انتشال جميع الضحايا من طرف أعوان الحماية المدنية وتحويلهم إلى المراكز الصحية المحلية من جهة أخرى تدخلت ذات الوحدات من أجل إطفاء 12 حريقا بكل من ولايات تيزيوزو، أم البواقي، سكيكدا، تيسمسيل، تأميلة، تيليمسان، وتكورتب حيث أدت هذه الحرائق إلى خسائر قدرت بـ 14 هكتار من القمحة وستة فاصل خمسة هكتار شعير وثمانمائة وأربعة وأربعون شجرة مثمرة وخمسمائة وثمانية وثمانون حزمة تبنى وتسعة عشر نخلة بهذا الخبر مشاهدين نصل وإياكم إلى طي أوراق النشر الإخبارية لمزيد من الأخبار تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة في أمان الله